بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه ونحن في شهر رمضان شهر البر والجود والخيرات شهر يكثر فيه البركات شهر كله رحمة كله مغفرة كله عدق من النيران شهر قال عنه حبيب الرحمن صلى الله عليه وآله أتاكم رمضان شهر وبركة بالفعل شهر رمضان يكثر فيه الأكل والشرب والخيرات على أمة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله طب وإحنا في رمضان ناس كتير قبل رمضان بتبتدي بتخزين السلع الغذائية وعشان تقول لك أصلي مش عارفين إلا هيحصل أخر الشهر وإحنا في وباء وغلاء أقول له لا ما ينفعش الحاجة دي ما ينفعش التخزين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن الإنسان اللي عنده قوت يومه زي ما ألف الحديث من كان آمنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحزافي رهب فأنا مش عاوز أخزن للشهر أو للجاي لإن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه وتعالى وبعدين طيب وأنا في رمضان عاوز أضبط الأكل والشرب بتاعي لأن في ناس لما بيجي رمضان بيكون في خير ونيجي نكلم الناس نقول له ده إسراف يقول لا ده بركة ما أنا عارف إنه ده بركة من ربنا سبحانه وتعالى بس رمضان ربنا عاوز منك إنك تحس بالفقير عاوز منك إنك تحس إن في ناس تانية مش لقي الأكل أو الشرب اللي عند حضرتك عاوز منك جود وبذل وعطاء في رمضان ربنا سبحانه وتعالى علمنا في الأكل والشرب بالذات والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ده في صفات عباد الرحمن هم ما بيجوا يأكلوا أو يشربوا لازم يكونوا معتدلين في الإنفق بتاعهم وربنا سبحانه وتعالى علمنا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وزي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه طيب عاوز أضبط أفعالي وأضبط أكلي وشرب في رمضان تلت وتلت وتلت زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي ناس كتير بتيجي تصلي وهو بعد ما أكل وشرب في رمضان يلاقي نفسه مش قادر أقوله بقى هو ده الحدود التوازن بتاعي إزاي يعمله لو قمت وصليت ولقيت نفسي مش قادر أركع أو أسجد أقوله لا يبا انت كده عديت النسبة المتاحة ليك عديت التلت بتاعي يبا لازم أضبط الأكل بتاعي وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كمان في رمضان لا صلاة بحضرة طعام يعني ناس بتيجي المغرب بالزاد بالتحديد وتيجي مثلا يقول لا ده أنا هقوم أصلي طب هو لسه مفطرش أقوله لا اعمل زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفطر على طمرات أو على حسى حسوات من ماء يعني شربت مية كده عشان أكثر أو أجرح الصن بتاعي وبعد كده أقوم أصلي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل هذه السنن علمنا وإحنا بنتصحر نتصحر إزاي بنأخر الصحور بتاعنا وعلمنا كمان وإحنا جايين نفطر بنعجل الفطر بتاعنا وفي ناس كتير بتيجي في رمضان لما تسمع أذان المغرب بقول استنى نما خلص الأذان هفطر بقول له لا ده غلط من سنن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعجل الفطر يعني أول مسمع المؤذن بقول الله هو أكبر على طول بقول اللهم لك صمت على رزقك أفطرت ويعرف أن لك دعوة مستجابة زي ما علمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره لدعوة مستجابة لك طوال الشهر 30 دعوة ادعي ربنا سبحانه وتعالى اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر